اشتركوا في القناة الكحة عند الكبار والصغار من اليوم الاول وتعالج ايضا البلعم هذه الوصفة طبيعية مئة بالمئة وفعالة باذن الله قبل ان نبدأ في وصفتنا لنهار اليوم ارجو منكم دعمنا باكبر عدد من اللايكات او الاعجاب بهذا الفيديو لكي ينتشر الفيديو بشكل اكبر في اليوتيوب ويستفيد منه اكبر عدد من الناس جزاكم الله خيرا مكونات هذه الوصفة لدينا هنا زيت الزيتون زيت الزيتون الاصلي لدينا هنا زيت حبة البركة ولدينا هنا زيت الضرو مثل ما تشاهدون هذا زيت الزيت كل هذه المكونات طبيعية مئة بالمئة انصحكم باختيار المكونات بعناية واسألوا عنها ان كانت طبيعيا طريقة تحضير الوصفة نأخذ ملعقة انا حضرت الوصفة يعني مسبقا لاني لا استطيع يعني انا اصور قلت نأخذ ملعقة كبيرة ، من زيت الزيتون ملعقة كبيرة مثل هذه ملعقة طعام كبيرة زيت الزيتون ونأخذ ملعقة من زيت الزرو ملعقة صغيرة من زيت الزرو ملعقة سكر صغيرة وملعقة زيت حبة البركة ملعقة صغيرة ملعقات سكر صغيرة مثل هذه التي تشاهدونها بعد ذلك نقوم بخلط المكونات جيدا مع بعض هكذا نقوم بخلطها جيدا هكذا بسم الله أولا نسمي الله ونخلط المكونات مع بعض جيدا هكذا إذن هذه الوصفة هذه هي الوصفة المفيدة جدا والفعالة بإذن الله نتائجها يعني هائلة وتظهر ابتداء من اليوم الأول بإذن الله أنصحكم بها لا أنصحكم بالأدوية الصيدلانية أو الطبية أنصحكم بالطب البديل أو من الزيوت الطبيعية هذه الوصفة مجربة طريقة تناول الوصفة نأخذ ملعقة صغيرة قبل النوم مباشرة في الليل قبل النوم مباشرة في الليل ملعقة صغيرة بالنسبة للصغار وملعقتان بالنسبة لكبار بعد ذلك ننام مباشرة إن شاء الله قد أفدتكم بهذه الوصفة شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة